اشتركوا في القناة ويوضح لنا هذا النموذج ويوم الأحد إن شاء الله الجديد يتكر بالنسبة لحالة التقس بالمغرب فمن المتوقع أن تستقر الأجواء بشكل كل في مناطقنا الجنوبية مع نزول بعد الزخات المطرية الرادية بيفاس كما يتضح من خلال هذا النموذج متابعنا الأكارم كيكو وكذلك مرتفعة ميدلدوة وكذلك مرتفعة خنيفرة في حين استقرار أجواء بباقي مناطقنا الشمالية بالنسبة كذلك للساعة الأولى من مساء يوم الأحد إن شاء الله فمن المتوقع أن تستقر الأجواء في معظم مناطقنا المغربية الوسطى والشمالية والجنوبية من المغرب كما يوضح لنا هذا النموذج الأوروبية بالنسبة ليوم الإثنين القادم بحول الله فعلة جديدة يتكر بالنسبة لحالة الطقس فمن المتوقع دائما تستقر الأجواء في معظم مناطقنا الشمالية من المغرب وكذلك المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية من المغرب هذا فيما يخص يوم الإثنين صباحا بالنسبة لساعات الأولى من مساء يوم الإثنين فمن المتوقع تعريفة مرتفعة الأطلس الكبير نزول بعد الزخات الرادية الضعيفة والمتفرقة كما يتضح من خلال هذا النموذج دبانت من المدلال وكذلك مدلت بحول الله وكيكو التي قد تعرف نزول بعد الزخات المطرية الضعيفة والمتفرقة بالنسبة لمناطقنا الجنوبية فمن المتوقع استقرأ أجواء في معظم مناطقنا الجنوبية المغربية كما يوضح لنا من خلاله أو كما يتضح لنا من خلال هذا النموذج هذا فيما يخص حوال الطقس اليوم الإثنين القادم بالنسبة ليوم الثلثة كذلك فمن المتوقع متابعين الأكارم تود الأجواء إلى الاستقرار بشكل نزول في معظم مناطقنا المغربية بحول الله إذن هدفهم يخص توقعات حوال الطقس الخاصة بهذا المساء الجمعة وكذلك الأيام القادمة لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة للتوصيل الجديد حوال الطقس بالمغرب وادمتب في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته